السلام عليكم الغزالات مرحبا بكم معايا فيديو جديد الفيديو اللي غالدينا نقضي فيه معاكم يوم الثاني من ايام عيد الاضحاء المبارك هادي اليوم اللي كيف سبق اللي قلت ليكم تنبداوه بالافطار بالراس مفور هادي هي العادة دينا ما عرفت شوش كلكم تديروها فتنتمنى الاخوات في التعليقات يخليونا شكون اللي تاومات يفطرون هار تاني عيد في الصباح بالراس مفور فكنا داول فطر دينا رسم فور مع طبيعة الحال بالرد ديال اتعي مش حر اول ما تنفيقوه تنفطرو به فطرنا شبعنا جزنا نكملو تمارا ديال النهار الليول كنا مازال ما كمنا كستشوفو هنا يا اندقات اختي التومة مع الكامون تومة مزيان مع الكامون غادي تدير شوية ديال القديد كيتا تعرفو بالعادة ايضا ان تناخدو شوية اللحم وتنضيروه قديد فكملنا تقطاع ديالشي حويش كنعيينة في الليل عاد فصلنا الكوتلاد عاد قطعنا هادلي بغوشات اللي وما القطبان وايضا قطعنا القديد كيتا تشوفو كاي الملحة الكامون القصبور يا بس تومة الزيت والخل فهادي هي المقادير اللي تنضيرو قدرنا ديك التومة اللي دقيناها في المهراز وزدنا عليها شوية الملحة وشوية الكامون شوية القصبور شوية ديال الزيت العادية وشوية ديال الخل كتا نعرفو الخل والتي يخلي هاد الحم ما يتعفن شوتي والملحة ايضا والخل تيبعد عليها الحشارات اللي انشرناها في السطحفات كتا نعرفو الناموس ديال الدبان كاع هذه الحشارات يبعدو على رائحة الخل سافي هنا وجدناهم وغدا نطلعوهم ونشروهم من بعد خروجت غدا ندير واحد المهمة اللي بغيت ننكلمكم عليها وهي تولة الخارف اللي المفروض تنصدقو به فبزاف الناس اللي تتسألو بزاف الناس اللي تيقولون لي ما عرفناش لمن نعطيو اللحم وفعلا ما تتلقوش لمن نعطيو اللحم العادة في المغرب أن أغلب الأسر أو كل الأسر تتعيد يعني حتى الناس اللي ما فحلتهمش فالحمد لله كين المحسنين تعيدوا لهم كين ناس بوسطة وتيتفاردوا بعضياتهم وتيعيدوا لهم فتيبقى هاد تساؤل وخصوصا أن دوك الناس اللي تيدوروا يجمعوا لهم تكونوا معيدين في ديورهم ولو تيدورواها تجارة وتديوه يبيعه فالقتراح ديالي هو تديوه إما الخيريات ديال الأطفال إما دار المسنين فأنا جئت لدار المسنين تمنى قاعد اللي عندهم هاد التساؤل يجيو لهاد الدار لإن هاد الناس رمحتاجين أي مساعدة وانا مولفة نجي دائما لهاد دار المسنين وإن شاء الله غندير اللقاء مع المشتركات ديالي وغيكون في هاد دار المسنين باش يكون اللقاء ليه معناه لهدف إنساني المهم الفكرة ما زال في الول ديالها خليوا لي تعليقاتكم ورأيكم في خصوص هاد الفكرة فأديت هاد المهم ما بغيته نقول بالنسبة للناس اللي غاد يقولوا للصداقة ما تتقلش هاد ماشي صداقة هاد واجب إنساني وهاد واجب ديال روح المواطنة اللي لازم كلنا نشاركو فيه لإنه واجب علينا ماشي خير منا لإن دوك الناس رهم مننا وكل هاد الظروف دياله كيفاش وصلتو الدار المسنين مهم نتمنى إن شاء الله فيديو آس خران هادروا في هاد الموضوع من بعد رجعنا للدار كملنا جميع شوية أنا ما مقدرتش نتغدى لإنه دا كل لحمة الراز شب يعني تغدى وهو ما من بعد خرجنا هنا يا غادي نمشيوا ندوزوا العشية عند عند الخالة ديالي فكيف تتعرفوا في كل خرجات نبغي نصور لكم التراق فهنا نصور لكم التراق هادي قريبة دار ناجي هاد طولة ديال الحبول جاية الحبول جاية باب وعمير حمرية وفي هاد الأثناء اللي غا نكونت نصور لكم التراق بغيت نجاوب على على واحد سؤال وهو ديال جاو ذات التصوير فعندي مشكلة في الكاميرا هي أنني مني جيت جبت معايا الكاميرا جبت الباتري ونسيت الشارجور ديال الباتري يعني نسيت الشاحن اللي تيشحلي البطارية ديال الكاميرا فجيت قلت ما غاديش نصور غادي نشير الباتري للأسف عيد نقلب في مكناس ذاك ذاك الباتري ديالي ملقيت له الشاحن ووصيت عليه كذا محل قالوا لي خطلع الفاس فالمهم من حد الآن ما زال ما حلت هذه المشكلة وكنت ما بغاش مصورت نحل هذه المشكلة ولكن مني وصل للعيد وقلت لا بود أن هذه المناسبة لدى ست ما غاديش نعرف نصور فهذا علاش في العيد صورت أنا هنا نصور لكم غادي بالتليفون نصور بواحد الكاميرا كانت قديمة عندي مخليها هنا عند والد الأخت ديالي فاخضيتها تندباني بها فهذا هو علاش صورة ما بقيتش واضحة وللأسف أنا رأي الكاميرا الكاميرا بروفيسيوني للناس اللي متابعيني في الإنستغرام رأي نشريتها من شهر 11 يعني أنا قرر تنكمل العام يعني من شهر 11 وأنا تنصور بالكاميرا بروفيسيوني وصورة جودة عالية جدا وللأسف تا واحد ما لاحظها تا واحد ما قال الصورة واللد زوينة ولكن أول ما جبتش الكاميرا المغرب وصورت جوجه لثلاثة الفيديو غرب التليفون كل شي دخلت يكتب الكاميرا عندك خيبة الجودة خيبة فالمهم تمنى كما تلاحظو الحاجات الخيبة سمحوا لي بزاف نحاول إن شاء الله نزيد نقلب عندي واحد طلع الكازا غنحاول نشوف إلى القطف الضلب هذا الشاحن باش نستعمل الكاميرا ديالي وايضا الكاميرا ديالي صراحة تقيلة فكين شي مرات وخاق كانت خدامة وخدامة بيات نصور الحواج للداخل هكا في الشارع مثلا بيش نجبد ها كبيرة بزاف تنصور بالتليفون فالمهم غادي نشوف هذا الشي كامل الحل مهم أنا رأي تنحاج عليكم أنتم رأي تشوف الترك شو تعدنا من حمري تعدنا على سينيما كاميرا تعدنا بغادي نزوج مخبز أقادير فالمهم رأي أنا تنعود لكم وتنسار لكم فالمهم هذي كان الجواب بالنسبة الأخوات اللي قالوا لي صورت بها الطريقة لا نصور لكم شو العيد فالله ما ننقل لكم الأجواء وخص صورة عندي فيها المشكل لأنني لم أصور شي حاجة لكن قريبا قريبا سيجعل الحل لهذه الكاميرا لأصلا جيبها أنا براس امتقلا بها وجيب الماتيريال فلازم نستعمل هنا وصلنا هذا الحي باطا يلا الناس باطا في كل الفيديو نصور لكم شوية الإحياء تنكمل لكم المدينة كاملة إن شاء الله بإذن الله وصافي كملنا العشية مع خالتي قنا مجدل نهض الخير تبارك الله مازال بغا نصور مع خالتي بزاف الفيديو وعندها وصافات التي تقدم لكم غير ما زال الوقت ما ما نسبناش كملنا العشية عند خالتي رجعنا الدار وجدنا كنا متبالين هاد البغوشات هاد القطاعات لحم القطبان شوينا هم وتعشينا وتسال نهار ديالنا فأنتمنى إن شاء الله الفيديو يعجبكم الأفكار التي فيه تعجبكم القطاع التي قلت لكم جاوبوني عليه في التعليقات هنقول لكم إلى اللقاء ولكن أنتم أول مرة تشوفوا القناة لا تنسوا تضغطوا على زر الاشتراك أيضا تابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي انستجرام فيسبوك وسنابشات كما تنقل دائما أحبكم في الله مع السلام